بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نحكي عن النالد سيفتي من أهم المناضيع اللي بتواجه المبتدئين بلغة الدار أو حتى بفلتر فبتلاقيها التحدي اللي بيحس الموضوع صعب جدا لكن إن شاء الله بعد المحاضرة هاي راح تعرف أن الموضوع جدا جدا بسيط بسم الله تعالى نبدأ مع بعض في البداية في عنا هذا الصندوق first name وفي عنا هون ال data type string هل بقدر أخزن بداخلها نال طب إيش هي النال هاي معنى كلمة نال إنك إنت مش بخزن إشي داخل هذا الصندوق هل الدارد بتقبل هاي الطريقة أنا هسو حولتها string first name يساوي نال وباشرة هيعطيك error والكمبيلر راح يزعل منك اتفقنا بكمبيلر وبالسنفور لدورتنا معلومة على السريع قبل 2021 ما كانت لغة الدارد تعطيك error إذا كتبت بهاي الطريقة كانت مشي لك إياها لكن كان يسبب مشاكل في flutter وهنا برجة بأكد إنه flutter ربنية بلغة الدارد فإذا أنت مش فهم الدارد مستعد تفهم flutter فالأشياء بالمكية في لغة الدارد هي هي نفسها حتشوفها بفلتة خليك مركز معاي في كل المحاضرات نرجع للموضوعنا ليش كان يسبب مشاكل على سبيل النثال لو عندك application وبتعرض فيها معلومات العملاء اللي عندك هذا بيضبط إنه ما يعطيك اسم العميل ويقول لك null وهنا كان يسبب مشاكل في النتيجة النهائية فعشان هيك عملوا قيود على النل مبدئيا حتقول لي والله أنا مش فاهم ولا أي إشي أقول لك أصبر معاك خلنفهم الفكرة شوي شوي أكينا إنه هاي الطريقة ما بتزبط طيب كيف بدي أنشئ قيم فارغة قال لك بكل بساطة string first near تساوي single quotation بدون فراغ single quotation شو معنى الحركة هاي إنه first name فاضي تمام قيمة فارغة انتجار اس تساوي 0 شو فهمنا إنه ممكن تخلي أنت initialize value إيش يعني initialize value يعني القيمة اللي ابتدائية بتكون 0 هل الـ 0 رح يأثر على القيمة لا مرش قيمة 0 طيب الدبل 0.0 طيب البود بتكون false في أغلب اللغات البرمجة الدفت للبول يل بتكون diamond false فأول إشي تعلمنا إنه أنا ده بدي أخلي قيمة فارغة بكل بساطة بستخدم في string single quotation في الانتجار 0 في الـ 0.0 وفي البول بنخليها false طيب يا موهندس مشيت معك بس أنا زل ما محترف وبيدي أستخدم null مش منطق لغة dart تمنعني من استخدام null وان بحكي لك إنه لغة dart ما منعتك من استخدام null لكن حطت عليها قيود تعال نتعرف مع بعض يبقى استخدام null هذا السطر حكيت له string first name يساوي null وعطاني صح طيب ليش قبل هالمرة هاي أكيد انتبهتو إنه فيه هون question mark هاي question mark شو معناتها بتقوله شفت first name ما لو ممكن يكون null أو ممكن تعطي قيمة يعني ممكن مثلا تكتب هون محمد أو تعطيها null لكن لغة dart هسا متأكدة مليو في المية إنك إنت فاهم معنى null طيب ليه إنك إنت هون كتبت question mark فالكمبالر هون حيكون مبسوط منك ولا هيعطيك ولا أي إررى انتجر question mark edge تساوي null برضو قبلها برجى بعيد الفكرة إنه معنى question mark ممكن تخزن جوه edge null أو ممكن تخزن قيمة مثلا 30 double 8 question mark salary تساوي null البول نفس الفكرة وهون خي نحط قاعدة مع بعض بعد أي data type مركزلي على الكلمة اللي بحكيها بعد أي data type خطينا بعديها question mark معنات ممكن تقبل null وممكن تقبل value اتفقنا حتى في المستقبل زي ما حكيت لك سابقة هاي مش كل أنواع data type هنتعرف على أنواع data type بالمستقبل بس القاعدة واحدة أي question mark قبل data type ممكن يقبل null أو يتخزن بداخلها value وبالمناسبة هاي معنومة على السريع متشابهة مع C sharp C sharp نفس المبدأ بتستخدم null بهذه الطريقة هي question mark طي ممتازة حتى الآن بس أكيد هسه بتسألني أنا فهمت عليك طيب شوف it null خلاص بصير أعطي قيام أو default value سيحكت نيها قبل شوال initialize value string single cut double 0.0 integer zero pool false ليه استخدم null في المستقبل إن شاء الله بعد كم محاضرة سأعلمك شغلة اسمها condition انك بتصير تشيك على اشي معين على سبيل المثال أنا هسه بدي اشيك على first name هل بداخل قيمة ولا لا فممكن شو أحكيله هل first name تساوي تساوي null شو معنى كرامي هل first name بداخلها null ولا لا إذا قال لي لا معنات بداخلها قيمة وإذا قال لي آ معنات حرفيا الفirst name ما في بداخلها أي قيمة فارضة ممكن مثالي ما يكون واضح في المرحلة هاي لكن أنا بوعدك إن شاء الله خلال المحاضرات القادمة رح أفهمك إنه null من الأشياء المهمة لكن محاضرتي اليوم تهدف إنك تفهم إنك ما بصبت تكتب null لحالها إلا مع question mark خلينا نكتب شوية code مع بعض عشان برضو الفكرة توضح أكثر وأكثر أنا شأتي لك فولدر جديد 15 null safety وعندنا هون ملف 100 وعندنا void 100 زي ما عندي visual studio code كأنه مع لك فشرا فرح أطفي وارجأ شكرا حاب أطفي معاكم هاي طفيته أنا عندي هنا في الماك هزي عمل right click وكوات طبعا إنت في الويندوز ما في ذاك سكر لحاله هذا عمل right click وعمل course underscore dart ما بعرف إذا في الويندوز في هذا option لكن ممكن تفتح الفولدر زي ممكن تفتح أنت سابق ممتاز هاي يشتغل معنا في البداية راح عنشأ متغيض وحكيله integer edge وعمل semicolon هل هيعطيني error لا لكن لو عملت print edge شو راح يصير مباشرة للكمبيلر راح يزعل يقولك لو سمحت the none nonable هاي احفظه اله اوما راح كلك احفظ الشغلة لأنه حرفيا حرفيا بفلتر هتلاقيها دائما بوجه عشان هيك من هس لما تشوف the none nonable شو بتعرف انه هابا المتغير ما بيزبط يتخزن جوا tunnel وقلك local variable كلمة local هاشرح عليه الداب تقليديش variable انت عرفها متغير edge مالو must be assigned عزم تعطي قيمة before it can be used قبل ما تستخدم هاشي بيحكي لك جرب اعطي قيمة طي ممتاز لو اجيت قلت له زي هيك edge تساوي 30 المشكلة حلت لو عملت run وهي طبعا لي 30 طب هو ليش كان يعطيني error قبل شوي بحبش ارا احفظ لما انت ما تعطي قيمة يساوي معنات وتقع بتكتب null دقيقة دقيقة كيف شايف هابا الكود هو نفسه هابا الكود هاي comment هاي integer edge semi colon هو نفسه هابا الكود القدامك لانه بيقولك اذا انت ما اعطيتش يساوي معناته انت بتخزن null حكينا انو دارد بحبش null في عندو مشاكل بينه بينها بيقولك عشان تستخدم null لازم تكتب ال question mark لما تكتب ال question mark ال compiler hold بيقولك والله انت زر ما فهمان وعارف شو بتساوي وانا هسا هيك بيقول مرتاح طب تعمل run شو طبعا علي هنا null لانه انا حرفيا بخزن null طب ممكن نجربها هاي ممكن نجربها كيف احكي له integer edge وهي semi colon طبعا هاي دا سوي لها comment لازم مني لانه هاي معناتها انه تساوي null حتى اذا انت كتبت شو ساوي خلص تلقى ايه حيتخزن جواتها null عشان حل المشكلة برافو عليك question mark سيد وعمل run معنى كلامي انه هاي اختصار لهاي الجملة اتمنى تكوني فهمتها هسا انا عملت run وطبع لي هون null هل بقدر اني احكيله اذا كانت null يعطيني قيمة ثانية تقدر في اشارة اسمها null where هي double question mark شو معناتها احكيله هون اذا كانت الage القيمة المخزنة بداخلها null ساعتها اعطيني مثلا ثلاثين سيد قلي اضيف لك هون documentation سريعة null where اللي هي double question mark هدف double question mark اللي هي null where معناتها مدرك انه اذا كانت هاي null اعطيني هاي القيمة سيد وعمل run هيعطاني ثلاثين ما اعطاني null ليه لان قلت له none where اذا كانت null اعطيني هاي القيمة في نقطة مهمة زي ما طبقت على الانتجاب بدي اياك تطبق على string على double وعلى وعلى البول هتكون نفس النتيجة ستطبق معك السلبول وهنا بدي احكيله selected وهي سيمي كولن بعدين print وبحكيله هنا selected ممنوع تكون null لكن اذا قلت لزيك وستنمارك ساعتها سيقبلها واذا بدي شيء طبعا null سيف وهي run طبعا null ما بدي يطبع null يعني في المستقبل مثل نأخذ data من user رح نصير نشيك إذا كانت null سأعطيني قيمة default هي الاسمها non-wear وبحكيله هون مثلا false اعمل run هاي طبعا لي false لكن إذا عرض هيك يساوي true يعني عطيت قيمة مش لكوس المارك معنات ممكن تعطي قيمة ممكن تعطي null فلك حرية الاختيار لكن أكيد الكمبيلر الكمبيلر ذكي مش غبي صراحة قال لك طب أنت ماعطي true ليش تعمل null وير فيش داعي لها أن 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 أصلا ماعطي قيمة ويقول لك كنوت B null هي أصلا مش null أن ماعطيها قيمة فساعدتها بتحذف null وير فيش داعي لها والكمبيلر دايما بيحاول يساعدك ويطلع الكود بأفضل طريق وهي هاي التحسينات اللي بتحاول شركة جوجل في كل نسخة جديدة تضيف لك إياها إنها تقلل الأخطاء في الكود أتمنى أن كانت محاضرة اليوم بسيطة وسهلة وكالعادة إذا اهذرت المحاضرة للنهاية اكتب أي تعليق بالدك وضيف مع الوردة وميشوف ان شاء الله في المحاضرة القادمة إلى اللقاء